ينبغي على الطالب بعد أن يلتمس العلم بتوفيق من الله تبارك وتعالى يطبق هذا العلم في نفسه أولا أول حاجة يطبق العلم في نفسه ولا يأمر الناس بالمعروف ولا يأتيه وينهى الناس عن المنكر ويأتيه والعياذ بالله وقد قال الله تعالى على لسان نبيه شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه يعني ما دائر أمركم بأمر وأنا ما أتمر به وأنهاكم عن شيء وأنا لا أنتهي إنما أنا أول من يأتمر وأول من ينتهي دائر أخوان منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا يغفى عليكم حديث صحيح حديث صحيح الذي من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة وذكر منهم قال ورجل آتاه الله تعالى علما وفي رواية وفي رواية قارئ لكتاب الله تبارك وتعالى فأتي به يوم القيامة فيسأله الله تبارك وتعالى وهو أعلم ما فعلت يا عبدي أي في هذا العلم وفي هذا القرآن الذي أعطاكه الله تبارك وتعالى فيقول كنت أقوم به آناء الليل والنهار فيقال له كذبت وفي رواية يقول الله تعالى له كذبت وتقول الملائكة كذبت تصديقا لقول الله تبارك وتعالى إنما فعلت ذلك ليقال فلان قارئ وقد قيل فيؤمر به فيسحب فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار والعياذ بالله ولا يخفى عليكم كذلك الحديث الذي في الصحيحين من رواية أسامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يُعْتَى بِالرَّجُلِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيلقى في النار فتندلق أقتابه يعني الأمعاء بتاعته تندلق في النار والعياذ بالله فيدور عليها كما يدور الحمار برحاه زي الحمار لما يدور بالرحة أو الرحاية زي ما قولوا أهلنا فيجتمع إليه أهل النار ويقولون يا فلان أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر يعني لي أنت الآن في النار وإنت في الدنيا كنت بتأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه فالمسألة ما ههينا يا أخوانا مسألة عظيمة لابد الإنسان يطبق العلم في نفسه أولا وفي ذلك يقول القائل يا أيها الرجل المعلم غيره هل لا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي استقام من الضنى ومن الضنى تمسي وأنت عليل لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم ابدأ بنفسك وانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يقبل ما وعظت ويغتدى بالقول منك وينفع التعليم فالإنسان لابد يطبق العلم في نفسه اشتركوا في القناة